16 يوما تبدأ من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام هي المدة التي تستغرقها مبادرة اتحدى لإنهاء العنف ضد المرأة والتي ترعاها الأمم المتحدة مصر قطعت في سنواتها الأخيرة أشوات كبيرة في مكافحة العنف ضد المرأة من خلال حزمة قوانين صارمة وضعت نصب عيونها حماية المرأة من كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري العدل والقوة في سورة امرأة وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها في المجتمع وتولت قصص بطولة المرأة المصرية في جميع المجالات فهي بمثابة قصة كفاح ونضال وتضحية تستحق منا كل الفخر والاحترام والتقدير ثماني سنوات من العمل الجاد والدأوب الذي أنجزته الدولة حرصت خلالها على بذل كافة الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها وهي التشريعات التي بدأت بدستور 2014 وللمرة الأولى في التاريخ الحديث تنتصر حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات للمرأة المصرية وتسعى لحمايتها من كافة الأوه فقد تبنت القيادة السياسية منذ اليوم الأول لاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وأقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات وتم إطلاق التقرير الخاص بها في عام 2021 وتم اعتماد عدة استراتيجيات وطنية هي الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان والصحة الإنجابية ومكافحة الزواج المبكر ومناهضة الاتجار بالبشر ومناهضة الهجرة غير الشرعية ولعل من أبرز الجهود القيام بإطلاق مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة حيث تعتبر مصر هي الدولة العربية الأولى في إجراء هذا المسح لمعرفة فداحة الخسائر التي تنتج عن العنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع كما أطلقت مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات التي يتعرضن للعنف لتصبح مصر من بين أول عشر دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولم تهتم الدولة بمكافحة العنف ضد المرأة فحسب بل اعتبرت أن الإضرار بالطفل جزء من العنف ضد المرأة فصدر قرار بإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار كما صدرت عدة قرارات مهمة من بينها قرارات مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وقرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وتهدف تلك الوحدة لوجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أنواع الرعاية